أي لعيب ما بيلعبش ما بيشاركش بشكل أساسي بيزعل ده طبيعي شعور إنساني منطقي وطبيعي كعربة كان زعلان الفتر اللي فاتت شوية أفشا كان زعلان الفتر اللي قبلها شوية ليوم حق في الزعل ده ولا الوضع طبيعي إنه في لعيبة بتخش ولعيبة بتطلع وحيخش تاني بما إن المستويات متقربة بين كل اللاعبين بصوا في الأهلي في قط اللبس الزعل ده ما بيأثرش على الأداء الجماعي للفرق ممكن في أي نادي تاني يأثر ممكن اللعبة تقلب وشها وفي مديرين هنا مديرين فنيين ممكن يكشم اللعب ده أو ياخدها في سكة تانية خالص إن أنت مثلا عايز الفرقة مثلا يحصل لها حاجة عشان أنت يبقى ليك دور لكن زعل كهرباء وقفشا ده وضع طبيعي إنهم لعيبة كبيرة هو زعله إنه عايز يبقى ليه دور مع الفرق لكن مش زعل إن أنا مثلا اللي قدر عايز الفرقة يحصل لها حاجة عشان أنا فهنا ده باين على كهرباء وده باين على قفشا بدليل إن أنت في الحالات دي بنقول الحالة في قط اللبس عاملة إزاي ما فيهاش بلغة الكرة كده ما فيهاش نفسانة ما بالنفسانش على بعض لكن فيه مصلحة عامة وأكيد ده واصل لقفشا أكيد ده واصل لكهرباء عشان كده بتلاقي نتائج إيجابية فيه لعيبة ممكن تقلبوا الشها مع نتائج سلبية يقول لك بس ده فيه لعيبة في القضاء جحيم ما ينفعش فما ينفعش خالص لكن جوه الأهلي صعب ده مش موجود برغم أنت بتقول آه لعيبة مثلا زعلانة إنها ما بتلعبش لكن هتلاقي نتائج إيجابية طبعا لا يبقى هنا فيه صفحة لا وما عملوش هش كنا ما عملوش أزمة خالص ما فيش حد داخل أهلي فيه نظام وفيه سيستم أنت بشايف رؤيتك أن أنت راجل مظلوم ما عايش مظلومية معينة لا ما أنت بتنزل وبيبقى ليك دور وهنا كريم برضو المدير فاني معزور أنت ما عندك نجوم كتير في الفرقة هتتعامل معها إزاي أكيد أنت لازم مطالب تلعب 11 مطالب تغير الخمسة فهنا عندك لعيبة كتير أنت بقى تلم تلم الناس دي إزاي المدير الكرة بيلم إزاي المدربين اللي معاك بتنسامي قمصان بيلم إزاي اللعيبة اللي هي ممكن زعلانة ما بتلعبش أنا شايف أن أنا أبدأ أنا شايف أن أنا بتمرن الإسبوع كويس يعني فيه لعيبة في إحنا كنا بنتمرن أو أي لعيب بيتمرن الإسبوع كويس وأنا شايف نفسي أن أنا نلعب بس ممكن المدير الفني بيبقى ليه رؤية معينة هي أصلا هو مش مركز معايا أنا يعني مش مركز لكن أنا شايف أن مثلا كريم هيقدر ينزل يقفل للحتة دي هينزل يقدر ليهاجم المطش مطالب مش مطالب أن أنا هاجم فأنت هيبقى ليك دور فهنا حسابات المدير الفني لا ما بيشوفش بطبيعة العادل غير نفسه ومجهود يعني هو شايف نوعين مجهود بس المدير ببقى إيه أنت بالنسبة له ورقة من الأوراق اللي بشتغل بها في الملعب فأنت لو هتعمل لي اللي أنا عايزه في طريقة اللعبة هجيبك ما لهاش علاقة بحب وكرها الله ينور عليك الله ينور عليك أنت كده هتتقيدك على نقطة مهمة جدا إن أنا مدير الفني بيتعامل مع 30 لعيب وبيتعامل مع 15 جهاز وبيتعامل مع مجلس إدارة لكن أنت مش شايف غير رؤيتك لنفسك فقط بطبيعة الحال طبيعي فأنا شايف أن أنا متمرن كهازتو الأسبوع أنا إزاي ما أخدش أنا إزاي مثلا اللي في مكاني أنا شايف أن أنا أحسن منه أنا كده كده أحسن لها في العالم فبقى أه يعني اللي هو فعلا فعلا أنا أحسن نفسي حسن في العالم فعلا فعلا فأنا هنا أنت رؤيتك أنت بتبص على نفسك وبس لكن الرجل المدير الفني أنت هو لازم يتعامل مع كل دول وخصوصا أي لعيب داخل قوضة لبس النادي الأهلي فهو نجم وبيتعامل بنجومية فدي ممكن تبقى مؤثرة على اللعيبة شوية